لكن لو كلمنا كمان عن الكرة الإنجليزية أكيد عندنا طبعا يعني واحد بول ميلر ده طبعا واحد من أساطير الكرة الإنجليزية مدافع قوي جدا في طبعا الجيل الزهبي لفريق توتنهام بشرفنا النهاردة على شاشة قناة النادي الأهلي مساء الخير عليك مساء الخير مساء الخير على الجميع وشكرا لكم طبعا إحنا سعداء بوجود أسطورة كبيرة يعني لاعب مدافع من طراز فريد في عصر الزهبي لفريق توتنهام الإنجليزي وعلى مستوى كمان على مستوى المنتخب الإنجليزي وواحد من الحقاقه بطولات على مستوى الأوروبي مع توتنهام طبعا الحصول على طبعا الوافا كاب أو كاس أوروبا عايزة أسألك وكنا في نقاش على محمد صلاح شفت إزاي تجديد تعاقد محمد صلاح مع ليفربول لموسمين قادمين محمد صلاح هو أحد أفضل اللاعبين ليس فقط في إنجلترا ولكن في العالم لكن محمد صلاح يقدم أداء عظيم مع ليفربول وأعتقد أن ليفربول هو منفازة بتجديد محمد صلاح وخطوة جيدة لهم مستر بول الجميع يتحدث هنا عن تجديد محمد صلاح مع ليفربول أعتقد أن ليفربول جانا سمار كثيرة من الماركتينج وقيمة اللاعب وأعتقد أن فوز كبير للبريمير ليج أكيد طبعا البريمير ليج وأنت كنت واحد من عظماء المدافعين في البريمير ليج وما زلت لغاية دلوقتي شايف كمان تشيرت توتنهام موجود وترتديه بشكل يدعو للفخر تعليقك على توتنهام مع كونتي يعني وصول طبعا توتنهام لمراكز متقدمة في الدوري بعد إخفاق في بداية الدوري شايف إزاي توتنهام مع المدرب الإيطالي كونتي الموسم الماضي جيد أعتقد أن خبرة أنتونيو كونتي باللعب والتدريب للعديد من الأندية خبرة كبيرة وأعتقد أنه مدرب رائع وجيد جدا كان لاعب رائع ومدرب رائع أيضا وهذا يساعد توتنهام كثيرا وهو يتماشى مع توتنهام سبيرس ما فيه الشك كمان توتنهام من الفرق الكبيرة جدا لكن بول إمتى توتنهام يقدر يفوس كمان بالبريمير ليج يعني توتنهام عنده نجمين على طراز فريد من التهديف نتكلم على هاريكين نتكلم على سون الكوري أنت شايف إيه اللي ناقص توتنهام لطبعا الحصول على البريمير ليج أعتقد أن العام القادم حزوز توتنهام ستكون كبيرة جدا لا أريد أن أكون الفوز لكن سيكون هناك تحديات كثيرة وأعتقد أن العام القادم ستكون حزوز كبيرة لتوتنهام بالفوز بالبريمير ليج بعد كيامه بالعديد من التدعمات من أجل أيضا دورة أبطال أوروبا ما فيش شكل تدعمات على مستوى كبير جدا لتوتنهام وعايز أعرف منك طبعا فيه فرقات في الأجيال ودايما بيكون المقارنة ما بين الأجيال إلى حد ما مقارنة ظلمة لكن عايز أعرف من وجهة نظرك الفرق ما بين توتنهام في وجود لعيب كبير وانت قدت من عظماء الموجودين في فريق الأحلام لتوتنهام وهذا الجيل يعني الفرقات انت شايف الفرقات ايه بالزبط فيه ما بين الجيلين سؤال جيد ورائع لكن عندما كنا نلعب كرة القدم كنا نلعب بشغف وكنا نلعب بحب من أجل الشعار ومن أجل الفريق توتنهام الآن كتريف نادي ليس لدي العديد من الأقابل كنت شاركت في اليويفا كاب وكأس انجلترا في جيل العزيم لكن للأسف الآن الكرة تلعب من أجل المال والجانب الاقتصادي يدخل كثيرا في أكثر من الشغف وأكثر من حب التي شيرت وأكثر من حب شعار النادي للأسف هذا هو الفرق الكبير يعني بنتكلم على فرق الأجيال أكيد الشغف والحب اللعبة وحب النادي كان أكيد يطفو بشكل أكبر كثيرا ولكن دخول الأموال أكيد غير ملامح قرط القدم عايزة أسألك كمان عن الماني يونيتد وعايزة أشوف رأيك في كريستيانو رونالدو اللي طلب من الإدارة لو فيه عرض جيد هو يرغب في الرحيل عن الماني يونيتد أعتقد أن هذه قضية تخص مانشستر يونيتد وتخص إدارة تلمانيو كريستيانو رونالدو ولعب رائع ولعب كبير وعندما سيغادر مانشستر يونيتد خاصة بعد قدوم الكوتش الجديد تين هاج كمدربة لمانشستر يونالدو سوف تكون خسارة كبيرة لهم لكن أعتقد أن الأسلوب الحالي للماني جر لإدارة مانشستر يونالدو لا تساعد كريستيانو رونالدو والآن كريستيانو يحتاج معاملة أعتقد أن الإدارة سوف تخسر كثيرا بالتخلى عنه نتكلم على الكرة الإنجليزية وزي ما قلت على مستوى المنتخب كنت أنت كمان عنصر مهم جدا في المنتخب الإنجليزي برغم قوة المنتخب الإنجليزي لكن لا يزال المنتخب الإنجليزي لم يحصل على كاس العالم أعتقد من 64 رؤيتك إيه للمنتخب الإنجليزي خلال الفترة اللي جاية وخاصة طبعا كاس العالم القادمة قطر عشرين واثنين وعشرين وفرص المنتخب الإنجليزي في هذه البطولة نحن لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين لكن أنت على حق هناك تزفزق في مستوى المنتخب الإنجليزي في الفترة الأخيرة خاصة في دور الأمم الأوروبية وأعتقد أن العديد من المشجعين منتخب إنجلترا أيضا في الوطن العرب نعلم أن إنجلترا لديها أيضا عشاك في الوطن العربي غير رادون تماما عن المستوى الذي يظهر به منتخب الإنجليزي والمدرب لكن أعتقد أن الأيام القادمة وبطولة كاس العالم سوف تكون تحدي خاص لنا أكيد البطولات الكبيرة بيكون تحدي على مستوى المنتخبات بشكل كبير جدا لكن نرجع تاني للبريمير ليج والتدعمات الكثيرة جدا جدا على مستوى الفرق إذا كنا بنتكلم على ليفربول نتكلم على السيتي نتكلم على توتنهام حتى على مستوى أرسنال والمان يونيتد شايف البريمير ليج النسخة القادمة هل سيكون أيضا التنافس ما بين فرقتين السنة اللي فاتت أو العام الماضي ما بين ليفربول والمان سيتي لفترات طويلة هل ممكن نشوف المان يونيتد في المنافسة هل ممكن نشوف توتنهام في المنافسة رؤيتك للبريميال ليج الموسم القادم. أعتقد أن لدينا الحصيل الأكبر من الفرق في الشامبيوز ليج. وإذا يعكز مدى قوة البريمير ليج. لكن إذا حدثنا عن المنافسة على لقب البريمير ليج داخل إنجلترا. أنت على حق. لكن أعتقد أن المنافسة ستكون على أكثر من نادي في العام القادم. لأن العديد قام بالتدعمات كما ذكرت من قبل. أيضا تتنهام كما بالعديد من التدعمات. لكن عندما حدثنا عن الفرق الإنجليزية نحن نعاني في دور أبطال أوروبا. لا تقل لي كنا في السيمي فاينل أو الفاينل. لكن نريد أن نفوز باللقب. كمان على مستوى التحكيم. طبعا أكيد أنت اسمعت مارك كليتنبرغ الخبير الإنجليزي. والتعاقد مع الاتحاد المصري لتطوير المنظومة التحكمية في مصر. عايزة عرف رأيك في هذا الحكم. ودوره في تطوير التحكيم المصري في المستقبل القريب. أعتقد أن مارك كليتنبرغ جود مان. رجل جيد. أتحدث عن الوظيفة. مارك كليتنبرغ لديه خبرة كبيرة. سوف يساعد الاتحاد المصري وسوف يطور من الكرى المصرية. وأعتقد أن دوره القادم دور قوي في النهود بملف التحكيم في مصر. لأن الصحبة الإنجليزية نقلت هذا الخبر باعتبار مارك كليتنبرغ كان أفضل للحكام الإنجليزية. وأعتقد أنه سيطور لجنة التحكيم في مصر. بالمناسبة رأيه في التحكيم والحكم الإنجليزي من خلال إدارته الأصعب دوري وأقوى دوري في العالم. برضو رؤيتك للحكام الإنجليزي في الموسم الماضي. حكام الكرة الإنجليزية هم أفضل حكام في العالم. قد يكونون عدوانيين في بعض الأحيان لكن يتركون لك الكرة وتستطيع أن تلعب كرة مع الحكام الإنجليزيين. لهم لا يقومون باحتساب أي كرة كما يحدث في الدوريات الأخرى. هم لديهم عقلية خاصة ولديهم أشياء خاصة. لكن لا أقول ذلك لأنني رجل الإنجليزي لكنهم أفضل حكام على الساحة في العالم. طيب قبل ما نختم معاك أنا يعني كنت بقى لعب مدافع تقريبا في مركزك. ويعني لما طبعا دخلت تقنية الفار قلت الحمد لله أنها ما كانتش على أيامنا تقنية الفار؟ هل أنت بتفكر بنفس التفكير؟ هل كان تقنية الفار لو تواجدت في يعني في العصر من خلال الألفية الثانية كان هتبقى عقق كبير جدا على المدافعين؟ تفضل دخول تقنية الفار؟ أم رأيك بشكل عام على طبعا تقنية الفار المستخدمة حديثا في القرى العالمية؟ ماذا عن تقنية الفار؟ بالنسبة لي أنا أحب الفار لا يوجد مشكلة بالنسبة لي الفار، الفار يعطي العدالة إذا ما تم استخدامه بطريقة صحيحة لكن في وجود الفار وقد تخفئ هذا يعتبر خطأ شنيع ونقول عنه عار في إنجلترا عندما يكون هناك فار ولا يتم استخدامه بالطريقة الصحيحة بول ميلر طبعا بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا على شاشة قناة النادي الآلي وإن شاء الله أكيد لنا لقاءات أخرى مع نجم كبير ومدافع من طراز فريد على مستوى الكرة الإنجليزية من خلال توتنهام والمنتخب الإنجليزي شكرا جزيلا لوجودك معنا شكرا لكم وشكرا لقناة النادي الآلي على الإصلاف وحظ صعيد لكم في المرات القادمة